تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء وذلك خلال شهر مايو الماضي وفي هذا الإطار أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات للوزراء والمحافظين بمتابعة حل الشكاوى الواردة إليهم من المواطنين والعمل على الاستجابة لمطالبهم والتفاعل لحل مشكلتهم كما جدد مدبولي توجيه الشكر لفريق عمل المنظومة على جهدهم المضنية في التعامل مع ما يتم تلقيه ورصده من شكاوى وطلبات للمواطنين وهذا وأشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة طارق رفاعي إلا أن المنظومة تلقت وتعاملت مع 85 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر مايو الماضي